انا بحضركم في حوارنا التاني والأخير في هذا الصباح طبعا هيكون حوار مهم عن الأسرة الأسرة هي نواة المجتمع شفنا في الأوقات الأخيرة في السنين الأخيرة ارتفاع نسب وحالات الطلاق واللي بيدخل في هذه المشاكل يعني اللي بيبقوا متابعين لأغلب هذه المشاكل بيشوفوا أن في بعض الحالات بتكون الأمور اللي سببت الطلاق أمور تفهى من وجهة نظر خارج الموضوع كان ممكن المشاكل دية اللي حصلت بين الزوجين تتحل لو كان فيه لغة حوار وتفاهم بينهم وحلل هذه المشاكل أنا بيعجبني إيه أنا ما بيعجبنيش إيه عجبني ده عجبني نقدر نعمل ده نقدر حتى طريقة الكلام كتير من الناس بيتكلموا عن الخرص الزوجي اللي بعد خمس سنين بس في السنين الأولى من الزواج اللي بيتم بناء فيها أعلن فيها الأسرة بشكله أسس هذه الأسرة حالات كتيرة بنشوفها بتتهد بسبب عدم التفاهم ممكن تكون المشكلة في فترة الخطوبة ممكن يكون المشكلة في حاجات تانية نوع الزواج نفسه إذا كان مع أن زواج الحب في أقوات كتيرة ما بيستمرش وزواج الصالونات اللي احنا بنسميه بالمصر كده ما بيستمرش بيرضو في بعض الحالات ده سببه إيه؟ المهم من الزواج حصل إزاي نقدر نحافظ على هذا البيت وخاصة لو فيه أطفال وإزاي نستمر به وهو ده موضوع حوارنا النهاردة هنتكلم عن رشدة سريعة كده لقواعد التعامل الصحيح بين الزوجين ولغة الحوار وإزاي ندير الحوار بيننا سواء بالكلام سواء بالهمس سواء بالنظرات مهما كانت المهم من يبقى فيه لغة حوار وبش كلام حب بس برضو كلام جاد اسمحول أرحب بضفتي في الستوديو الدكتورة إيمان عبدالله أستاذ العلم نفسه لعلاج الأسري صباح الخير صباح النور أستاذ طبعا ده بس حصل خلاص احنا بنكلم من في أول سنة دايما بتبقى هي سنة البنية وسنة المشاكل لأن الاتنين بيبقى طبيعتهم مختلفة حتى لو هم متجوزين عن حب مش عارفين بعض شايفة في البداية الأساسيات اللي تتحط قبل الجواز وداخل الجواز إيه الأساسيات اللي لازم نتفق عليها أولا بس سنة رحمة الرحيم بشكر حضرتك وأهلا بس سنة المشاهدين أهلا بي طبعا الموضوع مهم جدا وطبعا إحنا دايما نركز على موضوع الاختيار في الأول وأسس الاختيار وجزئية التشابه والاختلاف لأنه التشابه ده النسب الأنجح في الحياة الزوجية والاختلاف هي النسب الأفشل إيه لم يكن هناك مرونة لتقبل الاختلاف تمام يعني من جنسية أخرى شكله مختلف عني طبعه مختلفة أعارف أن هذا الموضوع أو هذا الاختلاف هيبقى معايا في الحياة الزوجية وأتقبله إيه لم أتقبله يبقى ما تقبلهش من الأول ويبقى فيه فسخ للخطوبة أو خلاص فيه فرص تانية لهذا الزوجية فيه حاجة مهمة جدا أنت عملت بره زمان من عالم اسمه جتمن عمل بحوث عن الأسرة ودي كانت أول مرة من نوعها أن احنا نضع أسرة تحت ملاحظة مش أسرة بس 650 أسرة تحت الملاحظة لمدة 14 عام وده كان بتعمل بره على أساس معمل للبحوث الأسرية سميها بعد كده بمعمل الحب فوضعوا أسرة على مدار فترات في هذه الشقة اللي كان قدام بحيرة يعني قدرهم كل السبول وهذه الشقة كانت مجهزة زي الستوديو كده صوت وصورة لمتزوجين على أساس أنه عالم كان بيقدم إرشاد أسري ونصائح للأسرة زي ما احنا بنقول النهاردة وروجتات بس بشكل علمي فأول مرة كان يبقى فيه منهج علمي للأسرة فبالتالي كان كل ما يديهم معلومات ويديهم درس زي ما بنقول يشوف تأثير هذا الدرس على حياتهم الزوجية صوت وصورة إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل أنه كانت معظم الناس دي كانت بتروح له عشان يتعالجوا أو بتروح عشان يدرسوا عنده فلقوا أنه بعد فترة من هذه الدراسات وهذا العلم الأكاديمي المؤهل إزاي تقاهل للزواج وحلي مشاكل إزاي ابتدت نسبة البؤس ونسبة الاكتئاب تقل لخمسين في المية بعد دراسة هذه الموضوعات وكان ده مسجل صوت وصورة في حوار الأزواج لقوا أنه تعليم الحياة الزوجية زي ما حالك قلت في البداية أنه أنا أعرف الحياة الزوجية وأبقى مؤهن لها قليلت نسب كتير من الخسائر ونسب كتير من الطلاق وكان أول مرة في حياة البشرية أن يضع الإنسان تحت هذا الموضوع العلمي لأنه كانت بتتحل المشاكل الزوجية عن طريق الحكمة عن طريق الطرق التقليدية عن طريق حد كبير في العيلة أما الآن بقى في علم لهذا الموضوع يمكن سيادة الرئيس كان بيتكلم في الفترة وإحنا كنا نديها المحاضرات دي تأهيل ما قبل الزواج وده مهم جدا كان زمان عندنا في مصر الأم بتتعلم بنتها إزاي تتكلم مع جوزها إزاي تترضيه إزاي تتناقش معاه حتى يعني حتى علاقة الحب أو علاقة الجنس بين الزوجين كانوا بيعلموها أعتقد ده اختفى حتى الأب كان بيقعد مع ابنه إزاي عامل مراته يعني ما كانوش بيسيبوها لمجرد للملاحظات والتركيبة اللي تبنت عبر السنين من ملاحظة بابايا بيعمل إيه أمامة بتعمل إيه وهكذا طبعا زمان حناك قلت هي يعني يوكاد يكون اختفت يعني فيش حد بيعلم الأسوس بتاعت الزواج يعني إيه لم تؤخذ بشكل علمي مش هلقوها في البيوت لإني انقرضت بعض الحاجات الأساسية في الزواج وعلى سبيل المثال إنهما بيشاهدوا على مدار اليوم مشحنات زوجي ويجي من أكثر الحاجات اللي ممكن تعمل شروخ للحياة الزوجية وأيضا يقتبسها الأبناء لما يجوا يتزوجوا ياخدوا نفس العادة بتاعت الأب والأم يعني أنا كنا زمان بناخد نفس عادات الأب والأم بس كانت عادات حميدة وتقاليد أسرية في الصميم يعني تقيم بيت أما الآن فأصبحت البيوت هشة لعدم الاختيار الجيد وعدم تأهيل الأسر لأبنائها كزواج كل هم الأسرة إنه ابني يجيبي الفول مارك ويطلع متفوق في الدراسة دون النواحي الأخرى التي تقوي من نموه الإنسان نموه إجتماعيا ونموه نفسيا فبقى عندي أجيال الأشرة الحاجة الثانية اللي احنا بنسميها مسببات شرخ العلاقة أو تفسخ العلاقة الأسرية هو الانتقاد لإنه فيه فرق بينه محد حتى بيجي اشتكيلي كاستشارة فيه فرق كبير جدا بين أنه أنت عندك مشكلة وفيه فرق كبير أنه أنت عندك نقد للزوجة المشكلة دي يعني فيه شيء واقع بالفعل عمله هذا الشخص أو الزوجة أو الزوجة ما أنت بتيجي تكلمني في المشكلة أما الانتقاد اللي هو بيعمل شروخ ما بينه أو فجوة ما بينه أن أنت بتنقض صاحب السلوك نفسه وده فرق كبير جدا فيقولها أنت مش تسطرة أنت تخمتي أنت بتتكلمي مع صحابك فعلم الإدارة الحديثة فيه جملة بيقولك تكلم على أدائك أو على السلوك اللي أنت عملته ما أكلمكش على حاجة شخصية أنت بطيء أنت بتنام كثير يعني لأ أنخذ السلوك يعني الطبيخ النهاردة مثلا كان محتاج شوية يعني فيه حاجات بسيطة كده ساعات بتعمل مشاكل صحيح ودي حاجة تودينا الحاجة تانية اللي هو دايما تتخير البدايات في الحوار لأن البداية السيئة هتنتهي ببداية سيئة طبعا هتنتهي بنهاية سيئة هتبدأ بنهاية سيئة دي الحاجة التانية اللي هي التبلد كثير من الأزواج لما بيلاقوا نفسهم مش عارفين يتعاملوا مع الموقف بيتبلدوا في المشاعر فلو بيتجاوب معها في المشاعر ولا هي كثير من الأزواج يعتقدون أن الزواج سعادتهم في الحياة الزوجية هي النظر للخارج فيقلدون الآخرين يتوهمون أني في الفسح في الشراء في أن أنا أقضي سمر جميل لكن لا والصح أن أنا أتوجه نحو الآخر نحو الآخر يعني أعمل خريطة حب أشوف هو مشاعر وأحسه ويشوف مشاعري ويهتم بيها ويشوف الرغبات بتاعتنا ونتبادل لكن أن أنا أنظر للخارج فقط على أساس أن الكتاب ده مصدر سعادة أنه الصحاب مصدر سعادة لكن لو أعرفت ده نوع من أنواع الهروب من المشكلة ده نوع من أنواع الهروب زي النوم زي أروح أخرج مع صحابي عشان ما عملش مشكلة في البيت أو هي تروح تشتري تخرج مع صحابي عشان تشتري عشان تطلع الطاقة صحيح المشاكل المادية يعني دايماً إحنا المصريين لما تسمعي أغلب الشماعة أو الشماعة الأساسية اللي بتحط عليها هي المشاكل المادية الزوج بيشتغل كتير عشان يقضي احتياجات بيته والزوجة إذا ما كانتش بتشتغل فهي ممكن ما هي الشايفة الدنيا بقت غالية إزاي ودي المشاكل المادية هل المشاكل المادية فعلاً لها جزء من الموضوع؟ طبعاً بتعمل مشاكل كتير بتعمل مشاكل كتير ده لأنه مش هو نقص مادة في حد ذات ولو نقص مادة كان يبقى المفروض ما يبقاش فيه زواج من الأول لأنه زواج قائم على حاجتين على الاستقرار وترابط اتنين ببعض وعلى أنه فيه جانب مادة يقيم هذا العلاقة لكن لو فيه بقى مشاكل مادية استجدت أنا بعمل حاجة اسمها عندي العلاج بالكلام العلاج بالكلام إن أنا حتى لو أنا عايز حاجة وعندي مشكلة اقتصادية أعرف هقول إيه في المشكلة دي هعرف هتكلم فيها إزاي لأنه ممكن أنا يكون كلامي كله غلط يبقى هو فيه جانب مادة مقصر فيه بس أغازباً عنه وأن يكون شخص مثلاً في حالة احنا شفنا طبعاً الفترة اللي فيها في الكورونا والناس كتير قفلت شغلها وما فيش دخل مادي تخيل بقى زوجة تيجي تقول نفس الطلبات التي بتطلبها في الأهم العادية وتطلبها بطريقة مش صح فهنا بنعلم الناس إنها تبدأ تتفكر أو تشوف الخطأ داخل الكلام يعني بنحطي لها الخطأ في المنطق يعني إيه الخطأ في المنطق لإني دايماً اللي بيخطأ ما هواش عارف إن هو بيخطأ لا دا أنت هنا بتخطأي وبتخطأي يعني خطأ فادح لإنه ليس مكانه ولا مناسبته نحن نتكلم في الجوانب المادية لإني أصبح بقى فيه اهتمام في الجوانب المادية جوانب أخرى كتير يعني بدلاً ما بجيب لبس بقيت أجيب منظفات وللكورونا أو لقاية الحماية مثلاً على سبيل المثال يعني فيه حاجات استبدلت بحاجات أخرى الحاجات اللي أنا عايز أقولها إنه معظم الطلاق أو معظم نسب الطلاق كان سببها مش المشجرات والمشحنات أو عدم الحوار الجيد لا هو طريقة الحوار وديه مشكلة إحنا ما عندناش أنا ما بجي قاعد اتنين قدام بعض في الحال في المشاكل الأسرية بيتكلموا مع بعض أبا قولهم قيموا حوار بس الحوار ده ممكن يؤدي للطلاق أو لجريمة أو لأي حاجة فيها كارسة يعني هنا لازم نفهم برضو ولازم نكون واقعيين إحنا للأسف ما تعلمناش إزاي نخاطب الآخر لا المدارس علمتنا صحيح لكن المدارس الأجنبية أو المدارس المستحدثة بتخلي الشباب والأطفال يعملوا حوار مع الآخر لكن خلينا نكون أنا بكلم على ناس في سننا يعني وما كانش أتعلمها من الخبرة أو من دراسة أو اهتمام شخصي فعلا ما بيعرفش يقيم حوار ولما تيجي تكلم الناس حتى لما بتبيني له خطأه ما فيش فكرة الاعتذار ما فيش فكرة أنه هو النقد بالنقد يعني أنا بقولك أنت غلطان في كذا 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 فرد علي بواحد اتنين تلاتة ما فيش ما فيش اللبقة في الحوار وكمان في حاجة تاني يعني أنا عايزة برضو كل واحد يستغل للآخر الاستغلال الإيجيبي يعني المرأة تكوينها البيولوجي وتكوينها النفسي تتبع الرجل يعني تتبع الزوج يعني عايزة كل حاجات تحكيها للزوج فهل الزوج مؤهل لذلك؟ دي لازم يتعلمها أنه أنت لو ما سمعتهاش أي حد تاني هيسمعها غيرك طيب هل أنت مؤهلة أنت تعرفي أن سيكولوجية الرجل أو طبيعة الرجل أنه هو ما بيحبش الكلامة كتير لدي معادلة صعبة صحيح وهل إحنا هنعرف نوفق ده إزاي؟ في إن الزوج يدي للزوجة مساحة أهم حاجة يبقى فيه مساحة عدم اقتحام الخصوصيات معرفة الآخر عن طريق الحب لأن إحنا عندنا أنه بعض التقاليط ولك حب إيه الحب حيب؟ رومانسية رومانسية عيب؟ لا لو إحنا خلينا زي مع علماء النفس بيقولوا حوارنا مع بعض فيه رومانسية حتى في الحوارات الحد مش تحصل مشاكل إزاي؟ يعني أنا لسه كنت بقول البدايات الجيدة يعني لو أنا عندي مشكلة هقولها لزوجي النهاردة مش هنقضه هو ملوش علاقة بالمشكلة أو مدخلش أول ما هو دخل بالباب إيه ده حصل وحصل يعني المكان المناسب والكلام المناسب ده مهم جدا إن أنا أقول الكلام المناسب في وقت المناسب لكن مش علاق أولا الزوج بيحب من إله من إله دي دي دماغه من إله يعني أنا رجعت الشغل إلى المنزل المنزل يعني راحة يعني أكل يعني استجمام في الأول هي ما عندهش من إله هي عندها كل وراء بعض وتفكيرها حلزوني أو دائري فبالتالي هي ما عندهش فرصة إنه تفصل هو بيفصل فدي برضو بتعمل مشكلة فإذن إحنا برضو حتى في الدورات اللي كنا بندرسها لازم تعرف سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة طريقة تفكيره طريقة التعبير عن المشاعر دي كارثة الوحدة هي بتعبر بشكل مختلف هو بيعبر بشكل مختلف هو عنده الزواج ليه معنى عشان كده بتحصل مشاكل وهي الزواج لها معنى المرأة المعنى عندها أو ما ينجح ما ينجح الزواج من طرف المرأة إن هي تنشط الزكاء الاجتماعي بتاعها عشان تتقبل كل ما هو في العلاقة من إيجابي وسلم الرجل لازم يبقى عنده حاجتين يبقى عنده القوة وعنده الاستقلالية القوة في الرجل اللي هي المعلومات فلو بقى عنده معلومات هيبقى هو مصدر معلومات الزوجة مش هتروح تسأل أي حد هاش مش هتقلد دراما معينة مخطئة فهو إذن هيبقى هو مصدرها مش مصدرها نوع حجم تفكيرها ولكن بقى فيه كنترول في الحياة الزوجية فإذن هنا المشاعر حتى لما بتتوزف صح بيبقى فيه حاجات صح اسمحيلي بس أنت قلت نقطة الدراما عشان من ملاحظاتي كده ناس كتيرة في بعض المسلسلات المصرية أو الأجنبية بدأوا يعرضوا شوية حاجات خاصة بالتكنولوجيا اللي مثلا أخدت كوبي أو عرفت تفتح الواتساب بتعجزها على التاب أو على الموبايل بقت بترقبه اللي شافت في مسلسل جزها مش عارف بيخرج من الشغل يروح فين فبقت بتشك فيه إنه هو بيخنها فكرة الدراما على قد ما هي بتنقل صور وبتعيشك فيه أجواء أنت ما عشتهاش لكن فعلا بالناس الفضية بتأثر عليهم وبتسبب لهم مشاكل كتير إزاي تقدر الناس تفصل ستات بالذات ما بين الواقع وغير الواقع والخيال هنا المشكلة إن المشاهدات أو السوشيال ميديا أو التلفزيون أو الدراما هي بتعمل المعادلة اللي حدك قلت عليها إنها ما بتخلناش نفرق بين الواقع والخيال ودي أول مشكلة بدليل إن إحنا ممكن نعيش مشاعر الحب مع الفنان ولا الفنانة أو نبكي إن الفنان ده مات كأنه واقع بالفعل لكن إحنا واجبنا إن إحنا نفصل ونقول إنها قصة درامية قد يكون معظمها أو 90% منهم لا تمثل الواقع بل بالحكس أنا محب أقول لأستاذ المشاهدين إن معظم حتى الأعمال الدرامية إليها التاريخية اللي مفوت تبقى مكتوبة صح معظمها مخلوطة معظمها فيها مغلطات صحيحة في حاجات فيها خطاء كتير فما بالك في حياة زوجية ما يبقاش ده مصدرك الدراما إما تغذيها للاستمتاع فقط يعني استمتاع بوقت فراغ فقط وفقط يعني يعني اسمحيلي على علاقية الدراما التركية جاد غزة مصر فترة طويلة وهم فاكرين إن كل الأتراك حبيبة ورومانسيين واللي يعرف حقيقة الأتراك هم شعب جاف جدا وشعب طفة قوي وعنيفين يعني كثير من حالات ضرب الزوجات هناك كتيرة جدا هم بيشوفوا وتلاقي الستات قاعدة هيمة قدام وانت ليه مزي الممثل الفلاني وانت ليه مزي طبعا حتى كمان ما بتقولش اسم الممثل ده بتقول اسم الشخصية اللي هو بيلعبها في الدور طبعا هو ده إحنا بنقول جزء من الانفتاح السلبي اللي احنا عايشين فيه واختلاط التقاليد والعادات والثقافة هو مش مشكلة أن احنا نقتبس ثقافات أخرى لكن نأخذ ما مناسبنا وده بيتوقف على ايه التغيير المجتمعي والفردي عن طريق الوعي الجمعي وعي الفردي نفسه يعني أنا ازاي أقبل على نفسي ان انا اصلا أشوف مشاهدات ممكن تعملي نوع من انحراف الفكري دي مشكلة قد يكون هذا الانحراف مش انحراف في المجتمع انتي بتتفرج عليه المجتمع التركي مجتمع مفتوح مثلا احنا عندنا مجتمع متدين مجتمع منغلق شوية عن عاداته وتقاليده فبالتالي طول ما احنا بعيدنا عن الجانب الروحاني او الجانب الديني او الجانب الشرعي بتاعنا هتبص تلاقي ان بقنا عاملين زي المغناطيس عاملين كل حاجة ان القطه بنكتذب اي حاجة بنكتذبها ونمارسها ونمارسها عادي جدا طيب في دقيقة لو حصل مشكلة بين الزوج والزوجة الرشدة تقول لهم يعملوا ايه انا عايز في دقيقة الرشدة اولا ان انا دايما انصح الزوجات ان يبقى في حوار ما بيننا ما دخلش حد في مشاكلي لازم هو اللي انا اقوله ان انا زعلان منك في المشكلة دي او هتقوله ان انا زعلان منك في المشكلة دي لان بيحصل مشكلة كبيرة ان هم بيعتقدوا انه انه ده خطأ فادح لكن احنا بنعمل حاجة في علم نفس اسمها السيناريو قد يكون هو ما يعرفش وما يقصدش نواي هينك هو بس الزوجة مثلا تباوز في مش جزهة على اساس انه تفهم ان انا زعلان اول راجل يتجنب ان هو يتلمه على اساس ان انت تفهمي محدش يفهم انا بقول برضو يعني روجيتة سريعة ان احنا نقرأ ما بيدخلنا الاول قبل ما نتكلم لانه ما بيدخلنا بيأثر علينا طيب السلوكيات الخطأ والمشاكل الكتيرة اللي بتحصل بتحصل ليه لان احنا بنكرر نفس الاخطاء اكثر من مرة وبنعملهاش فالطراء وده يبقى شيء سيء وبقى عادة ان انا على طول هبقى مبوزة اما اطلب منك حاجة ومش هتعملها هبوز وانت اما اطلب منك حاجة ما تعملهاش هم ناعيك مدخلون فاصبحت الحاجة حاجة ندية ونبعد عن الصراع وعن التنافس في الحياة الزوجية لان كل واحد ليه دور وليه دور ومسئولية والاخر ليه دور ومسئولية والتنافس يبقى تنافس على ان انا انجح الحياة الزوجية مش على انا اقلد وشوف الممثلة الفلانية دي وظيفتها اهو تنافس معجوزي انت اشتر ولا انا اشتر هو ده اللي احنا عايزين والتنافس اللي احنا عايزين احنا بنتكامل مع بعض حتى لو في اختلاف بيننا نحن نقول احنا نختلف نقتلف مش نختلف علشان نقطع بعض ونعمل صراعات ونتخاني الناس اللي عايزة تنجح في الحياة الزوجية تقرب من فكرة الاخر تشوف ما يكافئ ما تكافئ به الاخر حسب حبه للحاجة يعني دي برضو مشكلة ان انا بتعامل مع الزوج بشكل تقليدي من وجهة نظري انا لما جاء هديه هو مثلا عملاله صنية كيك لا او عايزك تهديب حاجة تاني فعرفي ممكن كلمة كل سنة وانت طيب ده خلال معرفتي بالاخر انا عارفة ان هو يحب الحاجة دي طبعا هو موضوع كبير جدا ومهم جدا ومحتاجين فيه حلقات كتير واتمنى طبعا ان احنا الناس تدشفعي على بعض وتفهم انما زي ما قلت في النهاية احنا بنختلف عشان نقتلف انا بشكرك دكتور ايمان عبدالله وصد علم النفس والعلاج الاسر شكرا جزيلا على وجودكم شكرا ومصول لحضراتكم مشاهدين الكرام نتمنى لكم كلكم حياة زوجية سعيدة وزي ما قال الدكتور ايمان احنا بنختلف عشان نقتلف مش بنختلف عشان نقطع بعض بشكركم واتمنى لكم يوم سعيد طبعا بداية من الساعة عشر تغطياتنا الاخبارية مستمرة معاكم ابقوا معنا على نيل الاخبار بشكركم بغتن لكم تحيات فريق العمل تحيات حسام الدين عبدالله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة